مساء الخير عليكم حبيبي حالة الجدي عامل ايه الشهر ده الجدي حزين نقصه يعني القوس عنده افلة دي حاجة واللي بيمر به الجدي ده حاجة ان يخاطص لا 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 ده فيه هنا فيه بيج لص فيه خسارة كبيرة فيه حاجة الجدي فعلا يعني قالت ده ديبريست زعلان جدا وندمان في حالة ندم انا خسرت حاجة كبيرة جدا يكون معرفش خسر ايه بيتشار خسر شخص خسر حاجة خسر نفسه فيه حاجة خسرها خسر كرامته خسر حاجة المهم هو حبيل جدا وزعلان جدا وهو متسحب تماما يعني هو مش شايف حاجة عادلة فيه حاجة بيقول لك الكرت ده بورل يا بورل الجدي لا انت مخسرتش كل حاجة يعني فلنفرض انه مثلا انت خسرت شركة مثلا نزع عليك في حاجة وحس انت خسرته لا انت اديت كتير قوي سوري يا جماعة يعني ما تزعلش انك انت اديت انت عملت اللي عليك انت عملت بشكل كويس وبطريقة لائقة وكل حاجة عملت اللي عليك فما فيش داعي للبكاء على اللبن المسكوب انا بكال بسامي كانت ده crying over spilled milk انت بتعيط على اللبن اللي اتلق اللي اتلق اللي اتلق خلاص في ستين داعي يا رحمه ارحمه فخلاص اللي حصل حصل ما تزعلش نفسك ابتدي دور على النور اللي جواك الدنيا عندك ما ضلمها خاضص فيه نور لسه جواك دور عليه وكبره كبره اي ان كانت الخسارة اي ان كانت الخسارة اللي حصلت لها لا مش اخر الدنيا مش هكذا اسمها اخر الدنيا تمام وما تعنيتش ما تعنيتش لا خلاص لو حاجة خسرتها بسين داعي تعملش في نفسك كده اللي جاتي نفسه في ايه دهيروفيت دهيروفيت هنا عارفين لما تبقى الدنيا بوزت وانا عايزة ببوزها اكتر بقى بوزت بقى انا ايه حبوز الدنيا خالص ده معناه انه انسان بيمر بتجربة مخيفة جدا وصعبة جدا قصية جدا يعني بيهد المعبد على دماغه مش مش ده حصل مش ده باص طب انا حبوز الدنيا خالص بقى ليه يا حبيبي ليه علهادي خالص ايه اللي حصل الموضوع مش مستاهل انك تهد المعبد على دماغك بالشكل ده طيب ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الجدي طلع لهواك لا طلع لهواك لو انت محتاج تشاهد حد على حد والموضوع بفعلا انا شايف ان هو ممكن يكون يستدعي لو دي علاقة عاطفية لا ممكن نبتد ان يجق بقى للناس الكبار ونحكم الناس الكبار وحصل كذا 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 مين الغلطان احكم حد وشايف انه لو في حد مزعلك من صحابك من قريبك اين كان هم مين لا بص بقى عصايتك وروح بقى ايه طلع اللي عندك كله ما تكتمش جوه نفسك ما تكبتش جوه نفسك وطوقك تعمل في نفسك كذا لا قول اللي عندك لو هتتخاني اتخاني مش مشكلة اتخاني وزع وعمل اللي انت عايزة بس انت محصل للشكل تمام خد بي فعلا لو هي خسارة شخص كل يعني مفيش حد عزيز على ربنا كلنا في الاخر رايحين قول الحمد لله في مكان احسن ونصبر نفسنا بالكلام ده ندور على النور اللي جوانا لحد ما نعدي الازمة دي لو هي في حد بعد عنا ما بالستين ده هعمله ايه يعني ما تعملش في نفسك كده لو ليك نصيب فيه او ليك خير ما تعملش في نفسك كده لو في فرصة راحت منك عملت اللي عليك انت عملت اللي عليك اجتهد خلاص ما تزعلش تمام في كلت الحالات لازم تخرج من الحالة دي واصع وقت ممكن فاحنا بنتكلم انا الرسالة اللي جاية اللي اخترت ده انه حد بيطلع الطاقة لجواك طلع الطاقة سربية لجواك اي ان كان شكلها عامل ازاي لو حتطلعها مثلا يعني اهلك فقرائبك انك تدخنك الاسباب من غير سبب كده طلع الغضب لجواك طلع وكها ترتاحها طلع ايه الحاجة اللي انت مش عارف تحققها او العقابات اللي قدامك يور بيس يور بيس يور انر بيس مش عارف تصل لسلام داخلي السلام مش عارف تصل لحدة السكينة والسلام اكترك ده لي نصايح ومش جاي كده وخلاص بيقولك افصل شوية عن السوشيال ميديا او خلينا قولي لو ناس هم اللي بزعلين لك يعني لا افصل شوية الخيشة ولا حسمع بقى انتوا بتقوبوا ايه ولا حدقيق نفسي اصلا ولا حبصلكوا اساسا انر بيس خش بوا نفسك انا بس انا بس انا بس انت قاعد معا نفسي بس الكرت ده كمان معناه الصلاة التعبود ده اللغة الجسد بتاعت الكرت انه انت هتوصل للسلام السليب المساعدة انك تبتدي تعمل صلوات وتدعي دعوات كتير جدا تدعي التأمل كمان كويس جدا جدا اني افصل شوية عن العلم الخارجي بتاعنا يا جبا افصل شوية عن الواقع خلاص اعيش شوية في خيالي انا انه انا روحت مكان تاني خالص وفي حدة تانية خالص نفصل شوية من العلم المادي وشوية نخش فيه حالة فيها رحانيات بكتر وان انت تقابل نفسك فعالفين الحدة دي تقابل نفسك تمام؟ فدي الشالنج والتحديات اللي عند برج الجديد الشهر ده انه يوصل لمرحلة السلام كله في ايدك والحاجات اللي بتساعد زي ما قلنا العبادات الصلاة الدعا الحاجات دي كلها التأمل كل الحاجات دي بتساعد جدا ان شاء الله توصل لحاجات وايسة طيب النتيجة بقى بعد كل القرف اللي انت معدي بيا جورج الحامل الشهر ده ايه اللي انا شايفة في الاخر؟ طيباني كارت ده اما امومة تمام؟ المستنين اطفال المستنين حامل اوكي والله ابو اعلم وممكن يكون اللغبطة دي كلها بسبب حاجة زي دي نشك جواز انه طبعا احنا اتعودنا وجر العرف انه قبل اي جواز لازم بتحصل كم من مشاكل المهول ده والصدمات الفضيعة بتحصل او خلينا نقول انه اذا كان لدى ولدى فالجدي بيوصل للحت اللي هو عايزها لا هتوصل في الاخر ان انا لا انا مبسوط وبيرجع تاني في حالة عطاء وحب للنفس وحب للاخرين والدنيا هتعدي بشكل عادي جدا النصيحة اللي هنصح حوالك خرج لجواك الاول الاول خرج لجواك طلع الحاجات اللي مزعلات في اي صورة بقى اتعيط اتعيطي ايا كان الشكل بقى عمل ازاي كل واحد دي طريقا هو بيخرج الطاقة السلبية اللي جواء او الغضب اللي جواء اتنفسه اتقم اعملوا يوجا الحاجات دي كلها اهله شوية ونوصل للسلام الداخلي بتاعنا ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسة جدين فنفسيا شايفة الجدي شهر ده لا فعلا تعبين اكتر الابراج اللي قرناها النهاردة وفعلا بيعيني جمد جدا شهر ده بس شايفة النتيجة بالاخر هتكون حلوة مرضية للجدي ان شاء الله هيكون مبسوط الحمز لله طيب تعالوا نشوف مديا وصحيا اخبار الجدي ايه مديا اولا حلو قوي الحالية البداية عند الجادس ان شاء الله مستقرة دعونا نقول على اقل تقدير مستقرة The king of pentacles فالحالية المادية عنده كويسة جدا جد الماشاء الله حلو قوي بالنسبة للصحة كمان كويسة جدا الحمد لله صحة هايلة مع شاء الله عند الجد نشاطه كويس والدنيا عنده كويسة جدا مع انه نفسيا مش فضيع بس الحمد للس الحلوة الحمد لله والحلوة المادية مستقر المتسأل ع السفر بشكل كبير شايفة ان شاء الله ممكن يحصل يعني في هنا حاجة قطع مسافات سريعة هنا ان شاء الله ممكن يحصل وهنا في حالة الرضا انه بيحمد ربنا الحمد لله وده اللي بتصعوله ان شاء الله بإذن الله والله أعلم طبعا يحصل طيب نبتدي بقى القرية العطفية العفية امين طيب نبتدي بورج الكاتي طيب نبتدي حبيبي الصحة طبعا انت اضرب حاجة بس بس ممكن تكون الحالة النفسية لو القراءة العام المنطبطة عليك الحالة النفسية بمؤثره على حالتك اللسدية يعني انا من الناس لما بزعل على طول باعي على طول بعاني من مشاكل يعني مباشرة في الصحة فلو دي الكيس عندك الموضوع كله لحالتي نفسيا هتبقي تماما فإنما لو الكيس غير كده وحبيبت ربنا ان شاء الله يعافيكي عندك مشاكل اهتمي بالموضوع اهتمي بخوني شو هي التبع يعني طيب معلش هنشطي الكويت ديني طيب معلش هنشطي الكويت ديني في جزء من الحالة العامة عند بورج الكاتي بسببها العاطف جزء بس مش كله يعني مش زي مثلا ما شفت عند القوس انه اه الحالة العاطفية جزء كبير جدا يعني حواية 90% من من حالة العمل مؤثر على حالة العمل النسبة الي جادي فيه نسبة اه بس مش كبيرة زي القوس القوس حاطه عامة زي اه القوس شايفة انه هو عنده حتة حاسس انه هو مسلوب الاراضه قدامشي ليكون أن الشريك هو الذي يتحكم في مصار الأمور أفرح أو حزع عنه كأنه هو الذي لم يسيطر على الأمور وهذا هو مذاهج الذي جاء على فكرة هو مذاهج لو أريد أن يكون هناك تأثير فهو لا يكون هناك تأثير لكن هو مذاهجه مستسلم وستيب الموضوع في إيد الشريك ثقة بقى بيسق فيه جدا هبلي نعم مش قادرين نعرف لكن دي مش من الحالات الكويسة اللي بشوفها في العلاقة إنو الشخص يكون هو اللي بيقرر للتاني حيبقى مبسوط ولا لا لا معلش مش ده خالص مش صح خالص يعني حتى لو فيه مشاكل وأنا شاكت أن اضافة فيها مشاحنات هي بتقوى فيها مشاحنات إنو أنا أتأثر بالشكل الفضيع ده بناء على رغبة شريك لا بني آدم زي وزي وهو ما عندوش الأدارتي والقوة إنو هو يتحكم في حياتي والشكل العام ونفسيتي بشكل ده يعني حاول يا بوربي الجادي ما تخليش السيطرة الكاملة في إيد شريكك تمام؟ شريك الجادي الجادي الناحية الثانية أنا شايف أن أموره تماما تماما يعني ما فيش بعد كده عنده درس طبع يعني لو المشكلة مشكلة في مشكلة عاطفية ما بين الجادي واشريكه أنت متبهدر خالص وهو تماما نعم فيش حال خالص لا فعلا ومش بيمسل لا هو فعلا تماما هو ممسوب جدا والدنيا عنده تمام جدا الجادي نفسه في إيه؟ لو حسب الانفصال أو بعد بشكل أو أخر ما بين الجادي وشريكه الجادي نفسه يرجع ونفسه صالح يمكن يكون الجادي أخطأ يمكن الله أعلم عشان كده عايز يعتذر أو ممكن يكون ما أخطأش ولا حاجة ودي اللي جايالين هو مغلطش بس برضو عايز يعتذر بتعتذر على إيه؟ لو انت مغلطش بتعتذر على إيه؟ فدي الطاقة بالضبط اللي جايالين هو عايز يرجع يعني تماما شريك الجادي نفسه في إيه؟ هو يعني هو كمان نفسه فرصة أن الوضع يتصلح يعني برضو هو مش سيء أنه يقوي لا هو عايز فرصة أن الأمور تصلح وترجع تاني في الشكل الطبيعي بتاعه يعني هو مش حيامل ده من نفسه لوحده لا هو لازم يبقى فيه عامل خريجي من مبره فهي تيجي كده يعني صدفة فهمين قصدي ازاي؟ فهو عايز فرصة الجادي شاف شريكه ازاي؟ The High Priestess إنو حد إما إنه فيه The High Priestess بتروح لي بحاجة من اثنين فيه حاجة كانت مستخبية وتعرفت وحاجة مستخبية ده مش تازم دماغنا تروح لي بعيد الخيانة والحاجات دي كلها لا ممكن تكون الحاجة دي طبعة مثلا كان مستخبي عن الجادي ما كانش يعرفه عن شريك وعرفه بان ظهر فابتد انه هو ايه؟ فيه حاجة تكشفت فده الاكتر اللي انا شايفه انو فيه حاجة كانت مستخبية او محجوبة عن الجادي وعرفها تمام؟ طيب شريك الجادي شايفه ازاي؟ نتحصر انا اتضحك عليك وليكنش اتضحك عليك ففيه حالة حزرة اللي هو لا انا مكنش عيام من الحسابي على كده او انا كنت اتوقع احسن من كده ففيه حالة حصرة شوائي حلوة كويس ان انتشاء يعني الحمد لله طيب اللي بيحصل الشهر ده الطاقة طبعا زي ما قلنا فيها مشحنات فيها جدال كتير قوي جدال 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 الشهر ده اللي بيحصل فيه حالة ايه ترقب يعني بترقب بعض فلو انتو حصل عندكو بعض فلسه مرقمين بعض لو انتو مع بعض كل واحد هيعملي بقى هتعملي معادي الوقت فيه حالة ترقب وبترقب بعض كويس؟ وحذر شديد جدا بتعاملوا مع بعض بحذر كويس؟ حلو جد طيب اللي بيحصل الشهر اللي اللي هو شهر ستة والله اعلم طبعا فيه حالة تخبط شوية يعني شوية قويسين شوية مش قويسين انتو لسه مش فاهمين يعني فيه حالة تخبط انا شايفة اكتر حالة تخبط شوية الامور قويسة جدا شوية مش احسن حاجة موضوع متقلب زي الموك ضالع نازل ففيه عدد استقرار شوية الشهر اللي جاي لكن الموضوع شايف على شهر سبع والله واعلم برضو طبعا بيتحسم يعني خلاص بنبتدي بقى ايه نتعافع من الضربة اللي جات الشهر ده والتعافي ده يا جماعة طبعا والله اعلم حيبان معنا اكتر وقت الشهر قريدة الشهر هل العق الجاتي بيحسم الموضوع وخلاص انا هقفل الصفحة دي تماما وطلع الانسان ده من حقيتي خالص ولا بقفل الصفحة الوحشة ونبكد دي صفحة كديدة مع بعض وبنفسر حاجات الوحشة حيبان معنا اكتر ان شاء الله في شهر سبعة ابقوا معنا تماما تعالي تشوف تروط الحكمة هتنصحكم بايه برك الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر